أنا حاجتين عايزة أتكلم عليهم في مباراة المصري تحديداً لأن العارف الوقت مش ملكينا فمش صالحنا أرضية الملعب أول حاجة أنا ما كنتش معجب تماماً بأرضية ملعب أستاذ المولين في المباراة اللي فاتت ضد أمبي وبنشوف الإصابات الكتير للاهات النادي الأهلي كم أرضية ملعب أو كم أرضية أستاذ هنا تقدر تقول عليها ونرجع نقول الإصابات اللي بتحدث لعابة النادي الأهلي إيه سببها ما هو اللعب لما بيلعب مباراة كتير مش هنتكلم بقى عن التدريبات حتى ناس ظلمت ملعب بختار التيتشو تكلموا لا هو اللعب هو موسم كامل انت بتلعب في أكتر من ملعب ملعب زي الأستاذ المولين ما كانش مناسب للعيبة حتى ملعب برج العرب ما عجبنيش في مباراة المصري والاتحاد وشايف برضو الأرضية مش أحسن حاجة الحاجة التانية هو طاقم التحكيم شفنا كلاتنبرج لما خرج تكلم على لقطة ياسر إبراهيم ولمسة اليد حكم الفار مقتنع تماماً إن هي لمسة يد وطلب من الحكم لولا أن الحكم كان حكم دولي وهو بقيمة الكابتن البنة تدخل وقال لا يا الله طب ما فيهاش راكل الجزاء لكن شفنا بعد كده لما اسمعنا لتعليق حكم الفار هو بيقول له لا ده واضح إن هي راكل الجزاء إيده بره جسمه رغم كده كلاتنبرج والبنة اتفقوا مع قرارة إن هي مش راكل الجزاء فلازم برضو أطقم التحكيم حتى مش شرط حكم الساحة يكون هو المتحكم حتى في غرفة الفار لازم يتم انتقاء أطقم تحكيم جيدة للمغارب ونتمنى كمان إنه حكامنا يجي لهم حكام كبار من بره يعني مثلا مثلا عن سبيل مثال في بعض الأندية النهاردة ومنهم الأهلي ومنهم الزمالك ومنهم البيرامد بيفكروا في بعض المطشاط في استقدام حكام أجانب طب يعني ليه وغالما بيبقوا يعني مطلوب مثلا يبقوا حكام معروفين أو حكام دوليين أو حكام خضوا مسابقات كبيرة ليه ما نستفدش بوجودهم هنا في مصر وتحكيمهم الواحدة في مطشاط الدولي إنه يبقى فيه زي ورشة عمل ووركشوب كده محضرة مدة ساعتين تلاتة يتسائلوا فيها يقول لهم إيه أكتر الحالات اللي بتثير جدل تتناقش تفرض عليها حالات بتاعت الدولي المصري يقولوا وراءهم فيهم تهي ده يساهم بشكل من أشخاص مهم جدا مهم جدا لأنه هو في الأول في الأخر هو قرار الحكم بناء على كرة أو لمسة يد لكن هل هي مقصودة أو مش مقصودة دار بيرجع للحكم تتحسب ولا ما تتحسبش دار بيرجع للحكم فهو الحكم كل واحد ليه تأديره الشخصي لكن هو في حاجة في الكرة في قوانين متعرف عليها الكرة اليد مثلا زودت الجسم ولا لا كابتن البن قال لا وكلاتنبرج أول لاطة من أول ما شفوها لأنهم حكام كبار وعندهم خبرة كبيرة وتمنى ده يتغير في المباراة الجاية